في التفاصيل الميدانية في قطع غزة بشير جبر المنصر القاهر إخبارية معنا مباشرة من خان يونس وحيكة بشير يبدو أن هناك أيضا تفاصيل مهمة وتطورات متلاحقة ومستحدثات فيما يرتكبوا الاحتلال الإسرائيلي من مجازر ليس فقط بحق مواطنين أفراد لكن بحق عائلات بأكملها ترى ما الجديد لديك في هذا الوضع؟ تحية لك حساني نبدأ بالحديث عن دخول اليوم العدوان الإسرائيلي وهو اليوم الرابع والعشرين بعد ثلاثمائة لهذا العدوان المتصاعد على قطع غزة دعنا نبدأ حديثنا من المحافظة الوسطى حيث سمع دوي انفجار قوي هزة مدينة دير البرح وأكثر تحديدا في المناطق الشرقية لهذه المدينة حيث قصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية بأعدة غارات باتجاه تلك المنطقة وهناك حالة لسيارات الإسعاف التي تقوم بالخروج من مستشفى الشهداء الأقصى وتتوجه إلى تلك المنطقة المستهدفة للبحث عن شهداء أو مصابين جراء هذه الغارات الإسرائيلية المكثفة على المحافظة الوسطى إذا منتقلنا بالحديث عن الجنوب وتحديدا عن مدينة رفح التي تشهد عدوانا إسرائيليا منذ السادس من مايو الماضي وحتى هذا اليوم لا زالت أيضا أصوات الانفجارات تسمع في هذه المدينة الغارات من الطائرات الحربية الإسرائيلية لا زالت مستمرة بحق حل تل السلطان والحي السعودي الأول والثاني في غرب هذه المدينة فيما أيضا تقوم قوات الاحتلال الإسرائيلي باتباع سياستها وهي نسف المربعات السكنية من ثم تفجير تلك المربعات وإحداث أكبر ضرر ممكن في منازل المواطنين ومنشآتهم في هذه المدينة التي دمرت بشكل كبير جراء هذا العدوان الإسرائيلي المتصاعد إذا ما تحدثنا عن المناطق التي صنفتها إسرائيل بأنها مناطق عسكرية وهي تقعد من المنطقة الشرقية لهذه المدينة مدينة خانيونس التي أتواجد بها بالإضافة إلى المناطق الشمالية أيضا لهذه المدينة لا زالت المدفعية الإسرائيلية تقوم بإطلاق قذائفها بشكل عشوائي باتجاه منازل المواطنين وممتلكاتهم أكثر تحديدا نتحدث عن منطقة القرارة وهي المنطقة الشرقية الشمالية لمحافظة خانيونس بالإضافة إلى منطقة السطر الغربي والكتيبة ومحيط شارع خمسة وصولا إلى أبراج مدينة حمد السكنية التي تراجعت منها الآليات العسكرية الإسرائيلية نحو المناطق الشرقية إلا أنها لا زالت تقوم بإطلاق نيرانها من رشاشاتها الثقيلة باتجاه تلك الأبراج الأمر الذي لا زال يمثل خطورة على حياة الفلسطين الذين حاولوا العودة إلى تلك المنطقة عقب انسحاب الآليات العسكرية الإسرائيلية بالعودة إلى المحافظة بشير لأن هناك فعلا كما تقول هذا قصف العشواء والدويل الذي حدث حتى منذ قليل في منطقة دير البلح وهذه الاستهدافات وهذا العدد الكبير من الشهداء والمصابين والقرحة الصعوبة التي تواجه فرق الإسعاف والإنقاذ الطبي في علاجة حتى المصابين والقرحة حقيقة حساني أن هذه الفرق هي مستهدفة بشكل مباشر من قبل الاحتلال الإسرائيلي الأمر الذي يعيق قدرة هذه التواقم الإغاثية على تقديم خدماتها حيث فقدت أكثر من 80% من قدرتها سواء سيارات إسعاف أو كوادر بشرية كانت تعمل ضمن هذه التواقم جراء الاستهدافات المتكررة هذا يضاف إلى النقص الحاد في الأدوية والوقود المستخدم لهذه السيارات من أجل التنقل والدخول إلى تلك المناطق التي يعني هي تعد بمثابة خطر شديد جراء الاستهدافات القوية والمتكررة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي والمتتابعة باتجاه كل ما يتحرك في تلك المناطق فلا الشارات الدولية المتعارفة عليها والتي تحملها هذه السيارات وهذه التواقم تحمي هؤلاء العاملين في ضمن المجال الإنساني الإغاثي من تقديم خدماتهم للمرضى والجرحى والمصابين في الأماكن الاستهداف وبالتالي هذا يمثل خطورة حقيقية على قدرة الاستمرار لدى هذه التواقم الإغاثية في تقديم خدماتها للمرضى والجرحى الذين يسقطون دباعا جراء هذا العدوان الإسرائيلي المتصاعد الأمر الذي تعاني منه أيضا المنظومة الصحية بشكل كبير جراء فقدان الأدوية والمستلزمات الطبية الأمر الذي يمثل خطورة على حياة المصابين والمرضى الذين يأتون إلى المستشفيات بشكل متواصل لتلاقي العلاج حسين هذا من نسبة المصابين والجرحى طبعا لكن عدد الشهداء ارتفع إلى أكثر من 40 ألف نقترب إلى 41 ألف بشير ما دلت هناك جثث للشهداء الذين تساقطوا جراء هذا العدوان الإسرائيلي تحت ركام الأنقاض أو المباني فماذا عن هؤلاء الشهداء المتواجدين حتى أنهم فيما يقال تحللوا تحت ركام هذه الأنقاض المتواجدين منذ فترة طويلة لو تسمعني بشير أتحدث معك لو تسمعني عن جثث الشهداء المتواجدة منذ فترة طويلة يعني تقترب حتى منذ 7 أكتوبر عند بداية هذه الحرب هؤلاء يتواجدون كجثث تحت الأنقاض أو تحت ركام المباني التي انهارت جراء هذا الاستداف الإسرائيلي الموسع فما الذي يمكن أن تسبب جثث هؤلاء الشهداء المتواجدة تحت الأنقاض لهذه الشهور الطويلة يعني بشير أبدو أنه لا أسمعني في عاجل الآن عبر شاشة القاهرة الإخبارية أعلن فلسطين يقول أن الاحتلال يقتحم بلدتي كفر زبياد وكفر جمال بجنوبية الكرم بالضفة الغربية المحتلة اقتحمات مستمرة وانتهاكات بحق البلدات والقرى في الضفة الغربية المحتلة حيث اقتحموا بلدة رجيب الشرقي مدينة نابلس اعتدوا على السكان المتواجدين وهذا أدى إلى صابة عدد من هؤلاء السكان أيضا هناك اعتقالات بحق شبان فلسطينيين آخرين في أماكن متفرقة في الضفة الغربية المحتلة أعود لك بشير وكنت أتحدث بالإضافة إلى المصابين والقرحة لدينا كنا نتحدث على أن فرق الإنقاذ لا تستطيع أن تقوم بواجبها الطب تجاههم هناك عدد كبير من الشهداء تحت أنقاذ ركام المباني المنهارة ماذا عن جثث هؤلاء الشهداء للآن؟ بالفعل حساني هذه الطواقم الإغاثية لا تستطيع الوصول إلى جثامين الشهداء الذي يقدر عددهم بالآلاف والذين فقدوا أسفل المنازل المدمرة نظرا لعدم امتلاك هذه الطواقم القدرة على ورفع هذه الأطنان الكبيرة من الركام لعدم وجود الآليات الثقيلة التي تقوم بهذه المهمة الأمر الذي يزيد من الصعوبة الملقاة على الطواقم الإغاثية كل ما يعمل وما تعمل به هذه الطواقم هي وسائل بدائية وبمساعدة من المواطنين الفلسطينيين الذين يسكنون في محيط تلك المناطق المدمرة وبالتالي هناك الآلاف من الشهداء الذين باتت أجسادهم وقطع من أجسادهم ورفاتهم أسفل المنازل المدمرة الأمر الذي يتسبب بانتشار الأمراض والأوبئة صفوف المواطنين نتيجة لتحلل تلك الجثامين أسفل ركام المنازل المدمرة حسان الأطفال وماذا عن عودة فيروس شير الأطفال مرة أخرى الذي كان قد اختفى لسنوات عدة لكي يصيب الأطفال في قطاع غزة ماذا عن مظار هذه الإصابات وأيضا حول حصيلة العدد يني مؤخرا أعلنت وزارة الصحة عن اكتشاف أول حالة لمصابة بشكل المرض الأطفال في قطاع غزة بعدما توقف هذا المرض عن القطاع لمدة تزيد عن 25 عاما هذا المرض عاد لقطاع غزة في ظل هذا العدوان الإسرائيلي السبب الرئيس حسب ما تحدثت به منظمات دولية هو تلوث المياه في قطاع غزة والتي يضطر الفلسطينيون لشربها رغم معرفتهم المسبقة بأنها ملوثة لأن لا خيار بديل أمام هؤلاء العائلات الفلسطينية عن هذه المياه للشرب هذا الأمر تسبب بمزيد من الانتشار لهذا المرض هناك محاولات من وزارة الصحة وكذلك من المؤسسات الدولية إلا إدخال اللقاحات والعلاجات اللازمة لهذا الأمر لقطاع غزة إلا أن هذه المؤسسات الدولية طالبت صراحة بالعالم للضغط على الاحتلال الإسرائيلي من أجل هدنة على الأقل لمدة أسبوع من أجل استكمال عمليات تطعيم هذه الأطفال في قطاع غزة ضد هذا المرض الذي بدأ بالانتشار بشكل موسع في القطاع نعم من خان يونس وهذه التطورات المتلاحقة على الأرض في ناحية الميدانية أشكرك على تفاصيل هذه التطورات بشير جبرك وتمعنا مباشرة في خان يونس ترجمة نانسي قنقر